طيب المفروض ان احنا حتى وقتنا هذا كل حاجة خدناها هي assembly ما خدناش اي حاجة تانية بعد كده وده اسمه computer architecture يعني computer architecture ان انت تبدأ في عامل تشوف ال instructions شكلها عامل ازاي لكن computer organization اصليه كورس ده ساعدت الناس بتسميه architecture ساعدت الناس بتسميه organization organization فالorganization دي هو ان الترتيب ال instructions جنب بعضها ومين بيتنادى قبل مين وازاي التنفيذ بيتم وازاي الاتصال بيحصل مع processor والحاجات دي فا احنا كل اللي احنا خدناها لغض الوقتي هو computer architecture اللي هو التعامل مع instructions بالformat بتاعها بانواحها تمام السؤال بقى انا دلوقتي خلصت ال instructions او خلصت البرنامج ايه اللي بيحصل بعد كده كتبت هاي level language اتحولت اتحصل لها compilation بقت اسملي اه حصل لها الاسميلر بدأ يعمل يعني يشتغل فطلع لي في الاخر machine code ايه اللي بيحصل بعد كده ده بس ايه الهدف بتاع المحاضرة دي طيب مبدئيا انا عندي الميموري متقسمة بشكل معين بحيث ان هي متقسمة اربع اجزاء جزء خاص بالoperating system اللي هو بنسميه هنا reserved يعني انا منفعش اتحكم فيه اوكي هو فيه حاجات اه معلومات بقى عن البروسيسور معلومات عن الرماد معلومات عن اي حاجة instructions اه operations whatever حاجات انا مليش دخل بيها كواحد قاعد بيعمل كود اوكي فدي جزء من الميموري متسيف او محجوز الoperatings جزء اللي هو من الادرس من العنوان ده لغاية العنوان ده وكذلك الادرس من المكان ده للمكان ده او من العنوان ده للمكان ده او من العنوان ده للمكان ده تمام طيب بعد كده فيه عندي جزء خاص بالinstructions انت عايز اعملت instruction 1 2 3 هتحطهم هنا طيب عندك كام variable كام global variable تستخدمه في الكود هتلاقي ان انت بتسيب فيه جزء خاص بالجلوبال variables او فيه كام ادرس خاصين بس بالجلوبال variables بعد كده فيه جزء خاص بالستاك وجزء خاص بالهيب والستاك والهيب ده ساعت بنقول عليه الانلاين variables او الvariables اللي انا بحتاجه اثناء الrun time او بنسميها dynamic data اوكي فالميموري او الميموري اللي انا بستخدمها للميبس بتقسمة الاربع segments segment خاص بالtext اللي هو الinstructions وسيجمنت خاصة بالجلوبال data اللي هي الvariables اللي انا بستخدمها عندي في الكود والديناميك data اللي هي الستاك والهيب ويعني بحط فيها الvariables اللي انا بحتاجها اثناء الشغل والreservات اللي هي خاصة بالoperating system اوكي طيب طيب المفروض ان الprogram counter ده عبارة عن register بيشيل عنوان الinstructions الحالية اللي هتتنفس وبعدين بيبدأ ينفس الinstructions اللي بعده على طول بيبدأ هو automatic بيروح الinstructions اللي بعدها بعد ما هتتنفس فعندي program counter هو ده اللي بيشيل الcurrent instruction هتتنفس بعد كده في global pointer ده بيبقى واقف على ده بيبقى register بيبقى بيبقى شايل عنوان الادرسيز اللي بيبقى فيها variables او الجلوبال variables عندي في بود اوكي ال stack pointer ده بريزستر تاني مختلف تماما بس بيشيل ادرس الحاجات اللي انا سيفتها في الميموري اثناء ال runtime او اللي بنسميه dynamic data كيف في عند stack pointer global pointer و program counter اوكي طيب اوكي 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 طيب اللي بيحصل في العموم بقى ان انا بيكون عندي high level code بيبقى داخل على compiler compiler بيبدأ يحوله ال assembly code اللي هو ال assembly اللي احنا بنقعد نكتبه ده تماما يعني مش 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 في حد بيقعد يكتب ال assembly هو ال compiler خلاص عرفنا ال restructions اللي فيها بيبدأ يحول كل حاجة لايه ال assembly code بس بنتعلم علشان ان احنا يعني في وقت من الوقتي باحنا كلنا contribution في الجزء ده لو حد حابب بيضيف او ان هو يبقى عارف خلاص سر الموضوع يبدأ بقى عايز يضيف في الجزء بتاع ال assembly ده طيب بس automatic اللي فيه compiler بيحول ال high level ال assembly تمام ال assembly code ده بقى بيدخل ال assembly بيحاول ان هو بعد كده يحوله ل machine code اوكي بيحوله ل machine code الفكرة كلها ان ال machine code ده انا بحطه بسميه object file بس الفكرة ان انت لو جدت تفتكر مثلا بتعمل الكود بتاع ال bison او كود بتاع ال c او بتعمل project الحاجة بتلاقي ان انت بتعمل بتعمل هاش include بالc مثلا هاش include library معينة او ان انت import library معينة جوه الكود فانت بيبقى عندك library files كتيرة بجانب ال object file اللي معاك تبقى عايز تربطهم كلهم بمع بعض يعني انت عايز تقول ان كل دول برنامج واحد مش مجرد ال object file اللي هو شغلت الوقتي فال object file وال library files اللي هما اللي هم علاقة ببعد بيدخلوا على ال linker بيطلال حاجة اسمها executable file حاجة كده اسمها .exe تمام قول .exe ده لما بتملق لي double click يبقى انت بتعمله loading بيبدأ بقى بعد كده يتخزن في الميموري يتخزن في الميموري ويبقى انت يتنفس واحدة واحدة اوكي فالده اللي حاصل ان انا معاي high level language بعد كده معاي assembly code كده عندي object file اللي هو الماشين code بعد كده عندي executable file بعد كده الحاجات دي كلها بتنفس او بتعمل في الميموري اوكي طيب لو انا مثلا معاي code بالمنظر ده ف ال F و ال G و ال Y ذول يعتبروا global variables global variables للم استخدمهم جوه المين لا معرفوا يعني انا مش معرفهم جوه المين بالظبط لو انا معرفون كله مين فاعتبروا private variables اللي انهم جوه المين لكن لو انا معرفونه قبل الكود خالص الف والجي والواي فوق المين اصلا هيبقى ده اسمهم global variables فانا هحطهم هنا جوه الجزء بتاع ال global variables لان انا بقول عليه ضوط data وببدأ اعرفنا كنتو هنا ببدأ حط بربط القرية تماما بعد كده المين والصم والحاجات دي بحطها جوه ضوط تكست او الجزء بتاع التكست انا بسميه الجزء بتاع ال assembly code يعني ببدأ احط كل حاجة كده انا يعني compilation يعني حولت من high level ل assembly code يعني عملت combine فكرة بقى ان ال assembly code ده اجي في مرة من المرات احوله من هو مجرد من ايضا اي مش عارف ايه احوله ال hexadecimal يبقى ده كده ايه assembling ان انا عملت assembling اوكي طيب فالassembler هو اللي بيحول ال assembly language اللي عندي انتو an object file ال object file ده بيكون زي انتو شايفين كده بزي بتعندي assembly mips assembly code سطر 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 وكل سطر بحوله لإيه ليه hexadecimal بس بضيف هنا برضو حاجة اللي هي اللي هي ال label file ال label file يعني ايه label انت دلوقتي المين دي موجودة في العنوان اللي اسمه اربعة لو بالزبط يعني هيبقى موجودة في العنوان اللي اسمه 0x4 يعني 4-5-0 تمام وال sum ال address ده او ال label ده كان موجودة عند ال address ده وال f وال g وال y كانوا موجودة عند ال address ده فانا ببدأ اكون برضو فايل بحط فيه العنوان بتاع كل اللي بولز اوكي دي زمان بحتاجها او بستخدمها في وقت اللاحق يعني طيب طيب ده ال assembly ان انا ببدأ احول ال assembly code لhexadecimal او machine code وبكون برضو فايل تاني في ال labels او ال address بتاع كل اللي بولز ال linking هو ان انا خلاص معايا كل ال instructions معايا ال instructions دك هكسا ديسمل ال instructions دك هكسا ديسمل وكل ال instructions ال address بتاعها ايه ال instruction d address بتاعها ده عشان كده احنا هنا قلنا ان ال main ال address بتاعها 4-5-0 لو جيت عند ال sum هل هي ال sum مثلا موجودة عند 3-0-2-C ومشي كده لقيت 3-0-2-C يبقى ده ال code بتاع او ال صوت بتاع sum تمام اه 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 انا المهم يعني عندي ال instructions وعندي كل instructions ال address بتاعها ايه وبعدين ها عندي جزء تاني خاص بـ ال group of variables و ال address بتاعها وبعدين بابدأ هنا اكتب معلومات عن ال header يعني الفايل ده في الاخر شايل كان بايت اوكي ااا دي برضو حاجات بنحتاجها لما انا ببعايز اقارى الفايل تمام طب وانا هنا بيحاول يعاولها لك عشان ايه اا ان انت تتأكد يعني انت لو حاولت ده بالاخر هتلاع لك fc او كذا بانا كده عملت linking linking يعني اا جمعت كل ال instructions معايا ااا والمفروض ان هيكون عندي اكتر من فايل زي كده اوكي فايل زي ده خاصي بالكود اكده عندي فايل تاني خاصي بال library اوكي بابدأ اجمع كل ده بابدأ اجمع كل ده في اماكن كتيرة الميمور هي الجوز خاصي بال reserved وجوز خاصي بال reserved وال stack وال heap وهنا ال global variables على حسب ما كانها وكل ال instructions وبضيف عليها الحاجات بتاعت ال library files وابدأ اعمل loading loading يعني هو ال Linking ال Linking بي Combine كل الحاجات وبيحول .exe file Linker بيكون .exe file او executable file بعد كده اعمل loading يعني بابدأ اعايز اصيب الحاجات ده في الميموري هو ده وقت كده سيبها خلاص اوكي بس ده يعني شوية تفاصيل عن ماذا بعد كتبت ال instruction كده اكتبت ال high level code كتبت ال high level code بحوله ال assembly تمام كتبت ال assembly بابدأ احوله ل machine code وانا بحول ل machine code محتاجة ان انا برضو احول machine code لكل ال values او الفايلز اللي ممكن احتاجها بعدين بكمبين الفايلز دي كلها مع بعض بال Linking او بال Linker وبكون executable file خلصت اول ما بقضى double click على الفايل ده بيحصله loading loading يعني ايه بتسايف في الميموري وابدأ ايه نشتغل يعني run time دلوقتي او في الوقت الحالي دلوقتي تمام ده بس كانت المحاضرة دي على اساس يعني ان احنا كده نديب ان شوية في موضوع الفايل بتسايف ازاي بس ان شاء الله نتقابل في المحاضرة جاية البعض omina destinal traders جاهز عمل 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 اعنا عمل 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 اشتركوا في القناة